بإمكانيات بسيطة وزاد قليل يتحرك جنود الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبال البيضاء الوعرة مسطرين قصصا من البطولات في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية رسم الله والله شعرنا طيبة والمعنويات عالية الأنباء الواردة من البيضاء تؤكد على سيطرة الجيش الوطني على جبل كتاف للسراتيجي بعد حصار ومعارك عنيفة وتكمن وهمية جبل كتاف في كونه يطل على عزلة أعشار في مديرية ناطع ومثل الجبل قبل تحريره مركزا لقناصة ميليشيا الحوثي العمليات العسكرية الأخيرة الهادفة لتحرير البيضاء أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي واغتنام الجيش الوطني للعديد من الآليات العسكرية وافق مصدر عسكري فإن أغلب المواقع والمناطق في مديرية ناطع باتت تحت سيطرة قوات الشرعية التي تستعد لتحرير مديرية الملاجم المجاورة لناطع وتؤكد الصور مدى التعبية العسكرية والمذهبية التي تمارسها ميليشيا الحوثي على مقاتليها الذين يتم تلقينهم تعليمات عن كيفية التسلل وتربيتهم على أن معركتهم مع إخوانهم اليمنيين هي ضمن وعد الله ووعيده بالتمكين للمؤمنين وفق مصادر إعلامية حين المواجهات الدائرة بين ميليشيا الحوثي والجيش الوطني تدور حاليا على الحدود الفاصلة بين مديريتين ناطع والملاجم وتجمع الميليشيا طاقتها لمنع قوات الشرعية من الوصول إلى منطقة فضحة في ظل مؤشرات تؤكد أن خارطة سير المواجهات تسير لصالح قوات الشرعية ترجمة نانسي قنقر